اشتركوا في القناة 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 الاخيري هذو استرجعوا الاقاليم ديالهم المستعمرة او اللي كانت ممزقة استرجعوها يعني بالغناب والغياطة والفنفار في حين المغرب لما استرجع السحراء كان يخوضوا حربا مع الجزائر ومع البوليزاريو فالوقت اللي كان العسكري يشيد القلاطة ضد العدو الجزائري كانت الهندسة العسكرية تمد الأنابيب وكانت الشركات المغربية تحفروا في الطرق وكانت الشركات المغربية تبني في المنطقة الجنوبية او اداء كبين لواحد العنصر ديال الاعتزاز اللي هو الجيني ديال المغاربة المفارقة تكبر حين ما نستحضر يعني ما بين المغرب وما بين الجزائر ان المغرب في خلال 45 سنة كان كيرصد 3 مليار ديال الدرام لتنمية مدون اقالي المجانوبية في حين ان الجزائر العصابة ديال العسكر كتنهب المدخلات ديال الشعب الجزائري وكتخصص كل عام تقريبا لانهاك المغرب ما يعادل 8 مليار ديال الدولار اي تقريبا بالعملة المغربية 80 مليار ديال الدرام لتمويل وتسليح وتعليف بوليزاريو من جهة وتعليف تمتيلية دينا في الخارج وإرشاء المنظمات واللوبيات الجزائرية اللي كده في العالم تخيلوا معي لو هذيك 80 مليئة للدرم اللي كتخونها العصابة العسكرية الجزائرية ضد المغرب وحولنا الوجهة ديالها لإعمار المنطقة ديال الجزائر ومدو الجزائر تخيلوا معي كورا أن الشعب الجزائري الآن يرفل في النعيم للآن ما كنقاتل ما باش يشربوك وما كنقاتل طيارة باش يشربوك الحرائق اللي شعلة في منطقة القبيل